النهاردة هنعم مع بعض صدور فراخ بصوص البرتقان المكونات اللي عندي عندي هنا صدور فراخ بالنسبة ليه الـ Dry Rub أو التدبيلة بتاعتهم هيبقى نشا جنزبيل باودر، توم باودر، شطة، بابريكا، ملح وفلفل أما بالنسبة للصوص عندي عصير برتقان فراش عندي شوية من بش البرتقان، شوية من السوية وشوية من النشا وأخيراً ليه الجرنش عندي بصل أخضر وعندي سمسل طيب على طول كده نحضر مع بعض الفراخ هنقطعها مكعبات نقدر نقطعها ستريبس لو حابين نجيب بولها كده هو هاخد الصدور وهنبتين قطع كده نعايز طلع مكعبات في الآخر فهنخدها كده هو وزي ما هي بقى كده هو هنزل عليها بلتوابه جنزبيل الباودر توم الفاودر، الشطة، البابريكا، فلفل اسود، والملح وأخيراً هنزل بالنشا نرفع الطاصة بتاعتي على النار ننزل فيها الزيت، بدوبها كان عايزة غطي بس الأعر بتاع الطاصة نقلب الفراخ اللي بقى كويس قوي ونفرطها كده تأكد إن مفيش أي حيطة ملزقة في بعض وهو النشا هيخليها كل واحدة تبقى لوحدها كده طبعاً مش محتاجين نقول إن حاجة الفراخ تتاخد على جنب وتتساب لوحدها وتدغسي الغسلة كمان لوحدها عشان بس إيه ما تنقلناش أي حاجة طيب بولا كده تانية نجيب بسي البرتقان الصوية برش البرتقان نقلب الكلام ده كده مع بعض وننزل فيه النشا في الآخر خالص قبل ما ننزل بيه في الطاصة ناخد الفراخ بتاعتنا ننزل في الزيت وارزعها كده الزيت سخن مش هتاخد معنا وقت خالص يعني دقيها بالزبط وننديها تقليبة ودقيها كمان وهنرفع على طول طيب سيبنا كده الفراخ بتاعتنا تقليبا بقيقة نديها تقليبة كده يا دوبا تبصوا على ما تقلص التقليل هتبقى خلصة شكا بقول لكم قطع مكعبات صغيرة عشان تنجز معنا في السوا بطي نرفع كده اول دفعة هاجي هنا على الميكس اللي كنا عاملينه اللي هو السوية وعصير البرتقان الفراش وبشر البرتقان وهنزل كده بالنشا وهضرب بقى كلام ده كويس قوي مش عايز يبقى فيه اي حاجة مكالكعن عايز كله يدوب عشان كده بننزله فيه هو بارد طبعا وعلى طول نزلت في الوقت بطي نقلب نقلب بقى نكحت كده فيه لطوصة نطلع بقى ايه كل طعم والبحاريس دي ونبتدي نقلب ونستنى السوس بتاعنا يتقل بصوا بقى ابتادت ايه تتقل اهو معايا هون هنزل شوية السمسم شوية نبصل اخضر نقلب نزبط السوس بسلنا من ملح شوية نقلب في الاسود نبتقل معانا كده السوس وبطول ناخد الفراخ ننزل بيها نقلب كده نخلط الكلام ده كويس اهوه من هنا اخد طبقة تقديم بتقديم نزل بفراخ واخيرا ننزل بشوية كمان كده من السوس بس عملت حريقة في الاخر هنزل السمسم بس عملت حريقة اشتركوا في القناة